بسم الله الرحمن الرحيم عرفت الشر لا للشر النفسي ولكن لتوقيه ومن اللي يعرف الخير من الشر يقع فيه دي بعض اساليب النصب اللي حصلت معنات كتيرة منهم نصة اعرفهم بتقدم انت مسلا على اي وظيفة موجودة على الانترنت فبيجيلك اه تعال خلاص احنا موافقنا بكل حاجة بس لازم تدفع فلوس اول ما يتقال لك تدفع فلوس في شركة انت لسه هتروحها يبدأ الفر يلعب في عبك وتبدأ تدور اولا ان انت تقدم في الشركة ويوافقه خلاص هتمدل عقد ده محتاج ان انت تتعرف هالشركة دي كويسة او لا تحاول تتواصل معاهم حتى لو اسم مشهور تتأكد ان الايميل اللي جاي اللي جاي من الشركة نفسها مش جاي من جيميل او لوتميل كده يبقى ده الموضوع بالشراسبي وممكن تكون فيه نظم تحاول تتواصل مع اي حد موجود في الشركة ممكن عن الفيسبوك واللون كده ان طولت حد هل فعلا طالبي الناس ولا ده اشتغالة اه تحاول تجمع معلومات عن الشركة يعني شركة ناريح هقضي فيها بيت عمري او هقضي فيها كزا سنة فلازم اطعى شوية واعرف الشركة دي ايه المشاريع اللي شغلة فيها ايه نوعية المشاريع ايه نوعية السوفتوير اللي بيستخدموه هل فيه تأخير في الموتبات هل هي كويسة هل هي وحشة ولا لا وتأكد ان اللي بيتكلمك ده واحد من الشركة نفسها بيش واحد بيشتغل بيشتغلني يعني واحد ممكن يكون عامل ايميل على الهوت ميل مسلا باسم ميكروسوفت ويقول لك شركة ميكروسوفت بعتها لك تعالى الشغل فلازم الواحد يكون جاي سنفطن ويبقى عارف هل هي الموضوع ده صح ولا غلط ويتأكد منه وما فيش شركة محترمة ينفع تشغل فيها هتاخد منك فلوس قبل ما تشغل لا ده حتى لو هي مثلا عايزي تعمل معك انترفيوه بيقولك تعالى على حسابي رايح جاي تيجي تعمل انترفيوه حصلت معابلك كده في شركة في سعودية كويس جدا قدلت تعالى لعمل انترفيوه ويعمل عمرة وزيل فل تمام فما دفعتش حاجة انما يقول لي ادفع لا معرفاكش يا امانا هعباكو في الشركة ولا انتوا هتقبضوني فرجاء احترس من اي حاجة من نعمات الناصب ديت والواحد دي بقى عنده برانوية يعني ارتياب في الرسائل اللي بتيجي هل هي رسائل صح ولا غلط هل فيروس ولا لا فربنا يبعد عنا النصابين محرم